احتفلت رعية الريني بقداس احتفالي ترأسه غبطة الكاردينال بيرباتيس تابت سبالة بطريارك القدس للاتين بمشاركة المطران رفيق نهرة النائب البطرياركي في الجليل والأب إبراهيم الشوملي كاهن الرعية وعدد من الكهنة والرهيبات وجمع من المؤمنين حيث أقيم الاحتفال بمناسبة مرور ستين عاما على تدشين الكنيسة الجديدة تميز الحفل بمشاركة كشافة القديس يوسف العامل في الريني الذين ملأوا شوارع المدينة بإيقاعات المعزوفات الجميلة وعند وصول غبطته إلى القاعة ألقيت الكلمات الترحبية من الأب إبراهيم الشوملي ورئيس مجلس البلد مرحبين بقدوم الكاردينال والوفد المرافق له وفي عيضته عرب غبطته عن امتنانه لوجوده بين أبناء الرعية مشيرا إلى مشاريع مستقبلية ستنفذ استجابة لحاجات الرعية كما أكد على الأهمية الكبرى لوحدة محبة الله والقريب حيث لا يتحقق الكمال إلا بالتوجه نحو الفقراء ومساعدتهم